ربط كلمات الجملة صوتيا ييزا من المهارات التي سيكتسبها متعلم اللغة الإنجليزية تلقائيا دون أن يشعر مع تقدمه في اللغة الإنجليزية وممارسته مهارة الاستماع والمحادثة بكثرة مهارة ربط كلمات الجملة صوتيا ولكن معرفة هذه الأمور مبكرا سيختصر عليه كثيرا من الوقت والجهد في إتقانها عبر مشاهدته لبرامج القنوات الفضائية من أفلام وحوارات وغير ذلك في اللغة الإنجليزية لا ننطق الكلمات منفردة فلا نقول مثلا بل نربط نهاية الكلمة ببداية الكلمة التي تليها لتصبح الجملة وكأنها كلمة طويلة كالتالي وتوجد أربعة طرق لربط الكلمات في الجملة عندما تأتي أصوات الأحرف التالية تي ودي واس وزد في نهاية كلمة ويليها كلمة تبدأ بصوت حرف الواي مما يجعل الكلمتين ترتبطان فيما بينهما صوتيا ليتكون لدينا أربع أصوات في اللغة الإنجليزية الأمريكية على وجه الخصوص وهذه الأصوات هي عندما يكون صوت حرف تي في نهاية الكلمة وتبدأ الكلمة التالية بصوت حرفي واي لينتج صوت تش أمثلة ترجمة نانسي قنقصة